كان واحدا من المتحدثين كان واحد من المتحدثين لفهد المجاهد نتابع ماذا قال الله طالع عندي شوي كدمة قوية مبارا اللي راحت يعني تعرضت يعني الإصابة الشوط الأول والشوط الثاني مع الهدف بس يعني الحمد لله شر ما يجيك حبتن أربع مبرايات من أربع نقاط أكيد الجمهور ما هو راضي الإدارة ما هي راضية والله الحين لو يعني حتى الحين أنا ما عاد عندي كلام أقدر أقول حتى يعني أنا تعبت وأنا أقول أو أجيب عدار للجمهور يعني حتى الجمهور تعب من سماع الكلام يعني الحين يعني في حاجة وحدة هي إننا نعوضهم بداية إن شاء الله مبارا الجاية وغير كذا ما في يعني أنا ما عاد عندي حتى الكلام يعني أنا صرت أتنحش من اللقات بسبت أن صدق يعني ما عاد عندي أي شيء أقوله إلا سواء إن شاء الله نكون رجال ونعوض هالجمهور وهالإدارة ونعوض أنفسنا وننبرع الجاية بإذن الله خادي العلة وين؟ والله أنا حتى أنا ما عرفت وش العلة بصراحة هي بصراحة مبعيد عن اللي يقول لك المشاكل والنصر فيه كذا وكذا داخل ملعب يحتاج قلب واحد روح واحدة هو اللي نقصتنا يعني ما في روح؟ ما في روح في الفريق ما ننبع على قلب واحد وهذا الشيء ممكن اللي يأثر على الفريق بس ومتى ما حضرت الروح ونكون على قلب واحد بإذن الله ما في شيء عليش خالد بس الكلام هذا وضح لي إحنا ما إحنا على قلب واحد أبغت تفسيري الكلمة هذه يعني زي يعني داخل الملعب يعني ما في أحد يعطي كلمة عنده ما في أحد يعني يلعب لأجل الفوز يعني ممكن هالشيء اللي خل الفريق يعني يعني يخسر مبارتين ويعني مستوانا كان مو كهيس بصراحة من متى أنتحاس في الشيء هذا أنه لعبي النصر يعني مو على قلب واحد والله بالعكس يعني أنا شوف التمارين يعني كل شيء مورنا زينة بس يعني في وقت مبارة ما أجل ويش هذا يعني أنا قلت لك يعني متى ما حضرت الروح إن شاء الله من برايات الجاية بإذن الله راح نكسب خالد خليني أستغل وأسألك عن اجتماع الأمير فيصل الأمير فيصل اجتماع في الجهاز الفني والإداري اجتماع فيكم أنتم على حدة وش أبرز ما قاله الأمير فيصل لكم في الاجتماع والله يشوف وهو أكيد إنها يعني يعني إنها اجتماع يعني كل واحد يقول اللي عنده يعني وش المشكلة وش الشيء اللي يحتاجه الفريق يعني مختصر اجتماع مصارحة وأكيد إنها طلع بالنتائج حلوة أكثر شيء نقشتوا في هذا الاجتماع والله كل شيء يعني كل اللي عنده يقوله بس ما قدر أقول لك كل شيء بس إنها إن شاء الله أنتكلمت خالد أنا ما تكلمت ولا وعنا بصراحة ما كنت حاضر أنا كنت في العالج وما كنت حاضر راح تقول الكلام اللي قلتوا لي هذا أكيد طبعا لأن هذا الشيء اللي ناقصنا ولازم أتكلم فيها لازم يعني الفريق يحتاج هذا الشيء يعني الكل يلعب ويعطي كل ما عنده وصدق أني ما في شيء راح يعيق النصر